تكريم القديسين في الكنيسة الأورثوذوكسية لماذا نحن كمسيحيين أورثوذوكس نكرم القديسين؟ القديس في الكنيسة الأورثوذوكسية هو الشخص الذي أصبح كاملاً خلال بركة الله في الفضيلة والقداسة هو معبد الرب، الصورة الحقيقية للمسيح ومعبد الروح القدس يعيش الرب ويعمل بداخل القديس إن وجود القديس هو الشهادة لوجود الرب في حياته كل شيء يفعله، كل شيء يفكر فيه، كل شيء يقوله أي شيء يصدر من القديس يكون تمجيداً لله ومحبة لقريبه يفصل القديس نفسه عن شرور هذا العالم ويجعل من نفسه تابع لأوامر الرب بعبارة أخرى، القديس هو الإنجيل الحي في هذا العالم لأنه اتبع كل ما كتب في الكتب المقدسة فالغرض النهائي لوجود الإنسان في هذا العالم هو أن يصبح قديساً ولذا فالقدسين هم المثال الجيد لكل المؤمنين بيسوع المسيح ابن الله فبدون المسيح لا يمكن أن يصل أي إنسان إلى القداسة فخارج الكنيسة لا يوجد خلاص فابن الله أصبح إنساناً من أجل أن يرفعنا لأعلى ويهبنا الخلاص نحن نكرم القديسين لأنهم منتصروا إيماننا المسيحي الأرثوذوكسي ونحن نراهم المثال الواجب اتباعه حين نقول إننا نكرم القديسين فهذا يعني أننا نقدم احتراماً عظيماً ومحبة لهم لأنهم استطاعوا أثناء حياتهم أن يكونوا الأصدقاء الحقيقيين للمسيح فلو أن شخص ما أشار بأننا يجب أن لا نكرم القديسين فأنه بذلك يوجه إهانة للسيد المسيح الذي قدسهم كمسيحيين أرثوذوكس حين نصلي للقديسين لا نصلي لهم كآلهة لأن صلواتنا الحقيقية تخاطب فقط الثالوث القدوس الآب، الإبن، والروح القدس نحن نوجه صلواتنا للقديسين كأشخاص محببين وأصدقاء أتم خلاصهم في المسيح ونطلب منهم أن يصلوا من أجلنا ويساعدونا فبالشفاعة والدة الإله الفائقة القداسة وجميع القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلى هنا ارحمنا وخلصنا أمين نشيح يسوع